أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يأتي هذا العام كدليل على الأهميات التي توليها مصر لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن وقال شكري في كلمته أمام المنتدى أن الرئاسة المصرية لكوب 27 ستتبنى مقاربة واضحة لمعالجة الفجوات والقصور في المنظومة العالمية لتعامل مع التغيرات المناخية تأتي أهمية اجتماعنا اليوم فعلى ضوء الطبيعة الوجودية للتحديات التي نواجهها نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات إن تحويل هذه التحديات إلى فرص للتنمية ولتحقيق تحول عادل نحو إنماط تنموية أكثر استدامة يستوجب من التوافق حول مجموعة من المبادئ والقيم الحاكمة والتي بدونها سيصعب وتحقيق أهدافنا المنشودة حيث يتعين أن تأتي كافة جهود برنامج التعاون الدولي التنموي متزقة مع أولويات دولنا النامية مع احترام الملكية الوطنية لتلك السياسات والبرامج فضلا عن أهمية مراعاة مبدأ المسئولية المشتركة متبينة الأعباء والخدرات المتفاوتة للدول سيدات والسادة تلقى من كل ما سبق وبناء على ما لمسناه على مدار الأشهر الماضية خلال مشاورتين مع كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية فإن الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ستتبنى مقربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ